اختي الشعر الزائد لا تجربتي في الوصفات ولا في الفمادات ولا في الشمع كما نقول الشفرة اختي اختي ما نفعتك غير تزيد سبب السواد الابطين لكم المناطق الحساسة اليوم اختي غير سكين جبير التازج وغادي انتهله فيك بأحسن وصفة اللي كتزول وكتمنع أمام الأعيون ديالكم اللي بنتخليت لكم النتيجة غير تغسليها ما شاء الله دك الشعر كله اختي شعر الراجل كما نقوله الشعر كثير وقوي وغادي اختي الشعر الزائد فتخلصي منها بهذا الوصفة المعجزة الاقتصادية ورخيصة وعود اختي ما تمشي ديالي باومات خمسة دقيق ولا دوك آلة الشعر الزائد اللي كتزولو الحلاوة ولا الشفرة ولا كنين بزف جال الحاجات ولو كتستخدموا الإزالة الشعر فأختي ابتداء من اليوم ما غا نحتاجوش هذك شي كامله غير بوصفة مصنع الويدس ديالك في المنزل بلا ما تنقلي بلا ما تمشي لسالون بلا ما تبقى كل سيمانه وكل شهر غده وجاية فابور وغير بسكينجبيل ولا غير بالزنجابيل اللي في نفس الوقت اللي بنات كيزول كيمنع زائد انه كيفتحه كبيض سكينجبيل اللي بنات رهما انتم معارفين المنافع دياله و المزايا دياله بخصوص سفتيح وتوحيد لون البشرة يعني اثنان في واحد يعني اختيغت دربي عصفرين بحجرتين واحدة لانه ستفتحي بلس انك غتزولي شعر الزائد وهذا شي كامله بالمكويل الاساسي اختي سكينجبيل او لازنجبيل تريد طازج اللي ماشاء الله موجود عند اي عطا بجيب غير جوج درهم تلسة درهم و انتي مبرره عختي فدك ازالة الشعر الزائد و بيش عجبتني لاغوسات ديالي فيها فهي بديل لازر او ادما تدري كل حسة و لا كل بارتي بثمان الف درهم الف و خمسمية ممكن توصلش بارتيح خمسالف و السالف درهم الحسة فاختي غتصغبي هاد الاغوسات غيف دار اقتصادية ومعجزة وخيصة وزوينة وبابسط كما نقولو تامان وباقل تكلوفة المهم تبع معي حبيبتي المراحل لاغوسات و قولوا لي في المنتقل تحت كيف اجزكم وش عجبتكم او لم اعجبتكم و جميع التساؤلات و جميع الاقتراحات مرحبا بيها كما نقول لكم دائما على الراس والعين المهم بالنسبة للزنجبيل او السكنجبير فانا غدي نحتاج ان شاء الله كمية منه هذا التازج خديتها تقريبا خمسة دراهم شوفوا سبارك اللارة فيها ميدر وما زال عطاني تطريفة اخرى سوف نحتاج زنجبيل طازج و الممكن ان تعودوا بالبودر لانه يحسن العون لانه لا يوجد طازج فهما فيها بس تقضيع بالدباني كما نقول الحمد لله سوف نحتاج كما قلت لكم سواء الطازج سوف نحكوه او البودر سوف ناخده منه معلقة ولكن لا تنسوا نشمل لايك للايك 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 كنعرفوا انه هاد الفيديو حجبكم راكم استفدتوا منه اوكي ماختي حتى انا و كنا اخد من وقتي باش ننبقط اجي معاك واحد الفيديو اللي مطبعت الحلقة نكون سعيدة و جيد فرحانة انا نشاركوه مع غزالتي و عائلتي التانية كنحسبكم مشي غير صحاباتي وصافي فحت انتي اختيش تجعني بواحد لكرا فابور ما تقسر عليها تجي حاجة و كذلك اشترك في القناة اختيش تفرجو فيها ولكن اما ازال اشتركوش في القناة فاختيش تركي مرحبا بيك و افعلي زال جارس اختيش تجعلي اقتراحات الاستفسارات اي موضوع اختي اي اي سجو انا راه الاشارة حاضرة باش نشاركوه معك سوف نحتاج كميه سوف نبشرها في الحكاكة من الأحسن البنات الحكاكة يكون عوينتها صغارين لا يكون ذوك الكبار لتحكي لنا الحاجة و تكون مميها كميه سوف نضيفه كميه سوف نضيفه كميه سوف نضيفه مثلا انا ضفت مقدار معلقة صغيرة ولكن ممكن تضيفي جمعه شوفين تلكميه سوف ناسب انا لا تجدر صغير مقدار معلقة صغيرة فقط المكون الأخر الذي سوف نحتاجه هو الموهد الورد التي تعطينا تبييد وتوحيد وتفتيح و تزول حتى التجاعد هذه البنات مكتوبة فيها صالحة تجميل و حمراء العين و الحمى و التجاعد ما شاء الله هذه البنات على المنافع و المزايا سوف نحتاج مميهة الورد اي ماركة اي نوعية ممكن تخدم معك و تقضي بها الغرض المهم هنا سوف نحتاج هذه النوعية هذه المورد سوف نحتاج فشي الخميرة الحلوة اي ماركة اي نوعية عندك خدمة بها و سوف نحتاجها لبنات الدقيق الأبيض او دقيق الخفز او دقيق في نوع الفورس الدقيق العادي سوف نحتاج من النوم طبعا يتحال إما جوج معلقة إما مهم الكمية لحسب الكمية للشعر الزائد باش ما عندك شعر زائد كتير باش ما غتحتاجي كمية الدقيق بشكل لي و شوية كتير و اخر حاجة في لاغوستين يعني وصفة سهلة مهلة هي معجون الاسنان و انا هنا غنشارك معكم بعض الانواع لكن النوع من المرحب لاحظة لسهلة المغرب نعم 50 فري سنشارك معروف او المرحب Built of this و المرحب لونها باللون الاسود و ليس بيض و هو من الاحسن لأنه يتم الوائي كان يتم الوائم و معروف او المرحب و غزالة الماركة هدو الماركة هاتي هدو الماركة هاتي هدو الماركة هاتي هدو كل هم ماركة زوينين فعالين غزالين يعني اللي بغدتتتخدمهم كما كان قولوا على بركتي الله ختيتخدمي بهم بعينك مغمضة المهم دابا هشنو غادي نديرو غزالاتي غادي ناخدو كما قدتلكم ساشي وحدة ديال الخميرة ديال الحالويات اي نوعية انا خدمت انا غادي نوعية ولكن ماشي بالشرط هاد النوعية بالضبط موين بسم الله ههي ايه اجرب واحدة فتصاشية بعشاد ريال كده في لاشوية الماورد طبي الحال ما غاديش نكتر جزا شتو سكينجبير مع مات الورد يكون واحد تفاعل خفيف و بسيطة عارفين التفاعل ديال الخميرة نضيف دقيقة الفورس و لا دقيقة الخبز حسنا لابنات مباغ تاجيوا هاد الفيديو مع حبيباتكم و صحاباتكم اي وحدة كتعرفوها شاركوا مع هاد الوصفة راها البنات معجيزة معجيزة ربانية في التبيض و في توحيد لول البشرة و في ازالة الساواد و التسبوغات و ما شاء الله ما شاء الله عليها الزوين يعني فيها تفتيح في نفس الوقت المنع و الإزال انتو مقولش على عينيكم غيب قوم تبعيني الفيديو منذ البداية حتى النهاية باش نشاء الله في الاخرط الفيديو مباغ تاجي معاكم واحد الوصفة اللي منع النمو هذه أختي كتزول هذه كتفركيها كيزول ذاك الشعر لانو بزفت اللي بناتك يقول لي أختي راك نشوفوا شي فيديوهات فيهم الإزالة مني كان ندخلوك القوى المنع اللي اختي نضع لك المنع نقولها ليك كالإزالة نقولها ليك كانوا بجوج نقولها ليك أختي ما مكين لاش نكذب إليك نشرح لك بلادي طايرة مني كان بينا ندير فيديو كان نكون أنا هي المتفرج كان دير فراسي أنا هي المتفرج باش أنا نجاوب على دوك الأسئلة اللي غادي طيحوه في بال هاده السيدة هاده السيدة اللي غايد خلي تفرج فيها وميما هاده الطريقة ديلي الحمد لله منذ القدم ماشي عده غالي يومه المهم هانتومه هنيا تخلط ما بين دقيق وسكنجبير وخصاشي وحده ديال الخميره مع شوية الماورد اللي بقالي ندابة البنات هو معجول أسنان ومطبيت الحال انا كندير اللول البيض علاش لانو اللول البيض هو كتوته مع جميع نواع البشرين يعني عندك صلاب وصنسب لعندك بشرة عادية مختلطة كما كان كتوته معك ممكن تكون عندك بشرة عادية وناسبك معجول أسنان بالالوان ولكن باش انتفادوا هاد المشاكل هاده من الاحسن دياله باللول البيض هاد الشي اللي كين غزلتي فهدا ما بقاش فيه بزا فغل ناخد واحدة اخر طبيعا الحال انتم مالكا تختاروا هنا يضفت مقدار معلقة بالمناسبة البنات اللي يقولوا لي شنو الدور ديال المعجول الأسنان في الوصفات لكتباك تجي معنا في القناة فاختي الدور دياله هو انه كيخدر المنطقة المراد ازالة الشعر منها يعني مثلا كان مثلا تحت ابطين ديالك وللعانة ديالك في هالشعر وخيفة من انك يديري شي غوسات وتبدي تفركي تفركي الشعر باش يزول وتحسي بالألم ديالك النطرة ولديك التطاير ديال الشعر فمعجول الأسنان كيخدر المنطقة فحدش حد بغي ديال العملية بتالي مني كان خدره وما كتحسيش بالألم ديال العملية فالدور دياله المخدر انا تعني قولي المخدر البنات انه كيخدر المنطقة بتالي ما كتحسيش بالألم والبنات تجربه ورضو عليا واي واحدة مطاقتش اختي تجربه وفالاخر والدنات تجربه اختيه في التعليقات انه كتحسيك اخلي الشعر شر رحم الله الحمد لله يعني اللي كينا كينا ولي ما كيناش بلما ننافقه فهناي كان بدأ نخلط لك معجول اسنان تشوفوا ما شاء الله إلي جاتك هنا الوصفة شوية جارية زيدي مع القضية البقائق عادية ما فاتش مشكلة انا غنزيد واحد شوية لانه الصراحة انا دائما ما غنشهد المعلقة كاملة لانه انا دي مكان بالوصفة يكونوا شوية عاقدين يكونوا جارين كي جنود غياء كي يسيلوا يعمروا لك سطح العامة يعمروا لك حويجك يعني من الاحسن انهم يكونوا عاقدين و هنا يرهم زيانة الوصفة صافي واجدة كريمية كاتحمق هذا ما عليك اختي الا انك تطبقيها على اي بلاسة فيها الشعر الزائد و تخليها 30 دقيقة و من بعد تبدي تفركيها حال هكاية و الشعر يبدي يطير لك منش جذور بدون ألم بدون نقطة ألم من بعد ما كتكملي اندوز معكم الوصفة الثانية اللي هي غير للمنع ما كتزولش غير كتمنع الشعر باش ما يبقى شي نود هاد شي اللي كان لبنات لانه كل حاجة كنا نشرحها كما هي الحمدولله كي ما مجربة لاغوسات نبغي نتقتاجيها معاكم فانا قلت لكم دابا هاد الوصفة هادى كتزول هادى هي باش كنحيدان الشعر هادى عوض ما تشريدوك اللي بوماد خمسة دقائق و تديريهم كي سببولك يعني لانه فيهم داجة مواد كيموية يعني إذا بخدوا شي ميك كي سببولك اللي يحفظ يحفروا لك لابوك يحمرواك يندفع الحبوب الحساسية مهم بزار الحاجة سلبية فبعدوا عليها وصوبوا اللي بوماد غير في دارك هادى يرى بومادة غير في دارك ومنزلية وفنفس الوقت مبيضة للمناطق الحساسة ووخه يكون عندك الشعر كما نقولوا دي الغابة سيزولك ووخه يكون عندك مشعرة بشكل كبير وشعر عندك في حال وفحال دي الضرجة فسيزولي ده باندوزول العوصات الثانية اللي غير كتمنى هادى كنديرها من بعد ما كتكوني زولتي الشعر فاشنو غنحتاجوا فيها هنحتاجوا فيها الخل اما خل مائدة الملون او لا الخل ديال التفاح انا نشاركه معكم اليوم بخل التفاح فانا نخدمها على الرس والعين وغادي نحتاجوا المليحة الملحة العادية ها هي البنات وغادي نحك شو يدي السكين جبير هادى الوصفة هادى غير للمناطق ما كتخلي الشعر قاع ينط بقي مرة اخرى فهمتوا هادى هادى هي الخدمة ديالها المهم نحتاجوا تاني الحكاكة رقيقة ناخد مقدار معلقة صغيرة كما العادة كما شفتوا في الوصفة اللولى اللي زونة بها الشعر ما غاديش ناخد كيميا كبيرة غير معلقة غير معلقة وغادي نضيف كيميا ديال المليحة العادية بحلقة وغادي نضيفه وزالتي الخن وغادي نضيفه خلطو كل شي نستخدم أكبر نضيف 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 طلب من الى البلوزلين او نوعي و اخرى خيسة و زوينة مياد ريال حمقه او ججر مزيان يجب مياد ريال بوطة و الحمض يفتحه او ممكن ترطبيه مثل جونسون ببئو الاطفال بالنسبة للجسم هذه هي الوصفة كريمة لإزالة الشعر من الجذور نوريتكم الطريقة كل شيء من بعد إنفو تغسليها تنشفي خمسة دقيقة تغسلي لابو وكدو زي باش ترتبه بالصحة والراحة وعافكم غزالتي ما تنسونا تشمل اللي لايك الله يسر أمركم والله يفرحكم شجعونا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زي الجرس ونطلقى معكم إن شاء الله في فيديو هاته مقبيلة صحة وراحة وفلام عليكم